بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لنا ولوالدين ولشيخنا وللمسلمين قال المؤلف رحمه الله تعالى مسألة والشرط مخصص بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم في الدرس الماضي شرع المصنف رحمه الله تعالى بالحديث عن المخصصات المتصلة للعموم وأنهينا في الدرس الماضي قراءة المخصص الأول وهو الاستثناء وشرع المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة بالحديث عن المخصص الثاني من المخصصات المتصلة وهو الشرط قال الشيخ رحمه الله تعالى والشرط مخصص اتيان المصنف رحمه الله تعالى بالواو قبل الشرط ليدلنا على أن هذا معطوف على الاستثناء فإن هذا هو المخصص الثاني من المخصصات المتصلة وقول المصنف رحمه الله تعالى الشرط مخصص فإن عد الشرط مخصصاً باتفاق الأصوليين على ذلك ولم ينقل عن أحد منهم أنه خالف في هذه المسألة فالشرط يكون مخصصاً للعموم ومقيداً للإطلاق كذلك كما هو واضح من دلالته اللغوية وأما قول المصنف الشرط مخصص فتعبيره بكلمة الشرط ظاهرها أن كل شرط فإنه يكون مخصصاً ولذلك أطلق المصنف رحمه الله تعالى تبع لغيره ذلك فقال الشرط ولم يقيده بالشرط اللغوي وهذا الإطلاق من المصنف فهم منه أن مطلق الشروط سواء كانت شروطاً لغوية أو شروطاً عقلية أو شروطاً شرعية فإن جميع هذه الأمور تكون مخصصة وممن أطلق ذلك وفهم منه القاضي أو ابن قاضي الجبل وابن مفلح حيث أطلقوا هذه العبارة يقول المرداوي وظاهر كلام ابن قاضي الجبل وابن مفلح أن المذكور في المخصوصات الثلاثة جميعاً وهو الشرعي واللغوي والعقلي وأخذ ذلك من هذا الإطلاق وقد صرح بذلك الطوفي في شرحه على المختصر بأن جميع أنواع الشروط تكون مخصصة والحقيقة أن عدداً من الأصليين لم يرتضي ذلك وقالوا إن الذي يعد مخصصاً متصلاً إنما هو الشرط اللغوي فقط بينما الشرط العقلي فإنه يكون من المخصصات المنفصلة وسيأتينا إن شاء الله في نهاية درسنا اليوم والمخصص الشرعي داخل في عموم المفاهيم وغيرها من المخصصات المنفصلة كالنص وغيره والقول الثاني بأنه خاص بالمخصص اللغوي فقط هو الذي مال إليه الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى وكذلك المرداوي فقد جزم المرداوي أن المخصص المتصل إنما هو الشرط اللغوي فقط دون ما عده وهذا هو الأظهر وقول المصنف رحمه الله تعالى إن الشرط مخصص فيأخذ أغلب أحكام المخصصات أو أحكام المخصصات المتصلة وبناء على ذلك فإنه يشترط فيه شروط أول هذه الشروط أنه لا بد أن يكون الشرط متصلاً بالمشروط العام بل قد حكي الاتفاق على ذلك بخلاف الاستثناء فإن الاستثناء حكي خلاف في جواز انفصاله عنه حتى قال ابن عباس فيما روي عنه إلى الأبد وقيل إلى شهر وأما المخصص المتصل الآخر كالصفة والشرط لا بد وجهاً واحداً من اتصاله الشرط الثاني أنه لا بد أن يكون المتكلم بالشرط وبالعموم أن يكون واحداً كما قلنا في الاستثناء تماماً والشرط الثالث وهذا فيه خلاف يسير وهو مسألة أن كثيراً من الأصوليين اشترطوا في المخصص أو في التخصيص بالشرط أن ينطق به أي في كلام الآدميين فلا بد أن الآدمي ينطقه وأما مذهب الإمام أحمد فقد مر معنا في الدرس الماضي أنهم يجوزون التخصيص بالشرط وبالاستثناء بالنية من غير نطق ما لم يكن عدداً فإن كان عدداً فإنه يلزم فيه النطق وقد أطال بن القيم رحمه الله تعالى في الإعلام أي إعلام الموقعين في تقرير أنه يجوز أن يكون الشرط منوياً من غير نطق من المتكلم وهذا إنما يتصور في ألفاظ الآدميين كالأوقاف والأقارير والطلاق وغير ذلك من الأمور التي قد يتصور فيها ذلك نعم مخرج ما لولاه لدخل كأكرم بني تميم إن دخلوا فيقصره الشرط على من دخل نعم قول مصنف رحمه الله تعالى مخرج أي أن الشرط إذا ورد في الجملة فإنه يكون مخرجاً فيخرج من العموم ما لولاه أي لولا ورود ذلك الشرط لا دخل ذلك الجزء في العموم والفرق بين إخراج الشرط وإخراج الشرط وإخراج الاستثنى أنه قد تقدم معنا في الاستثنى أن هناك خلاف بين أهل العلم في تقدير الدلالة في الاستثنى وهذا التقدير الدلالة في الاستثنى يتصور في الشرط لأن الأصل في الشرط أنه يكون موجوداً قبل وجود المشروط ولذا لم يوردوا ما أوردوه قبل في الاستثنى من الخلاف في تقدير دلالة الاستثنى قول المصنف رحمه الله تعالى كأكرم بني تميم إن دخلوا هذا مثال من الفاظ آدميين وأما أمثلة الشرط في كتاب الله عز وجل فكثيرة ومنها قول الله عز وجل ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فقول الله عز وجل إن لم يكن لهن ولد هذا شرط يكون مخصصاً لعموم الأزواج الذين يريثون النصف فلابد أن تكون الزوجة ليس لها ولد وكذلك قول الله عز وجل أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كنا أولاة حمل فأنفقوا عليهن فبين الله عز وجل أن المطلقة إنما ينفق عليها إذا كانت ذات حمل أي حاملاً وهذا شرط خصص به العموم وهكذا كثير في كتاب الله عز وجل من الأمثلة قول المصنف يقصره الشرط أي إن الإتيان بهذا الشرط في المثال أكرم بني تميم إن دخلوا يقصر الفعل وهو الإكرام فالضمير يعود إلى الإكرام فيقصر الشرط الإكرام والشرط هو قوله إن دخلوا على من دخل أي من بني تميم دون من عداهم ممن لم يدخل فإنه لا يكرم لأجل هذا الشرط نعم والشرط إذا تعقب جملاً متعاطفة فللجميع ذكره في التمهيد إجماعاً وفي الغوضة سلمه الأكثر نعم هذه المسألة مسألة شبيهة بمسألة سبقت معنا ولكنها تحتاج إلى بعض التفصيل لأن فيها بعض يعني الفروقات اليسيرة هذه المسألة هي مسألة إذا تعقب الشرط جمولاً معطوفة فهل يعود الشرط إلى جميعها أم يعود للأخير منها فقط مثل هذه المسألة مرت معنا في الدرس الماضي وهو إذا تعقب الاستثناء جمولاً فهل يعود إلى جميعها أم يعود لآخرها والفرق بين الاستثناء وبين الشرط إنما هو في طريقة حكاية الخلف ولذلك يقول المصنف رحمه الله تعالى والشرط إذا تعقب جملاً مر معنا أن كلمة جمل ليس المقصود بها الجملة التامة من المبتدأ والخبر أو الفعل والفاعل بل قد تشمل الأسماء والأعداد والجمل وغير ذلك من المعاني والكلام ومر معنا أيضاً أن قول المصنف متعاطفة أن لأهل العلم فيها مسلكان منهم من يخص العطف بالواوي فقط دون ما عداها من حروف العطف ومنهم من يعمم العطف بجميع حروف العطف كالواوي والثائي وثم وغيرها وهذه هي طريقة الشيخ تقي الدين ومشى عليها كثير من المتأخرين كالبهوتي في كشاف القناع والكناني في شرحه للمختصر وغيرهم قول المصنف فللجميع أن يعود لجميع الجمل المتقدمة على الشرط فجميع الجمل يعود إليها ذلك الشرط فيكون مخصصاً لها قال المصنف ذكره في التمهيد إجماعاً قوله ذكره في التمهيد المراد بالتمهيد تمهيد أبي الخطاب الكلوذاني وقوله ذكره إجماعاً يعني أنه ذكر أنه لم ينازع فيه أحد ولم أقف على أنه صرح بلفظ الإجماع رباً في موضع لم أقف عليه وإنما وقفت على أنه صرح بالإجماع تلميذه ابن عقيل فقد قال ابن عقيل في الواضح أجمعنا على أنه لو قال امرأة طالق وعبد حر وما لصدقة إن شاء الله أو إن دخلت الدار فإن كل واحد من ذلك يكون موقوفاً على المشيئة ودخول الدار فصرح ابن عقيل بحكاية الإجماع ووافق ابن عقيل كذلك على حكاية الإجماع الشيخ تقي الدين ابن تيمية فإن للشيخ رسالة أفردها في مسائل ألفاظ الواقفين وأشرت إليها بالأمس ومما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى أن الشرط إذا تعقب جملاً فإنه يعود إلى جميعها باتفاق العقلاء ثم قال ولا عبرة في هذا المقام بمن خالف من المتأخرين ثم ذكر أن سبب الخطأ الذي دخل لبعض المتأخرين أنهم ظنوا أن الشرط مثل الاستنثناء وبيّن أن هناك فرقاً سيأتنا إن شاء الله في محله بعد قريب إذن هذه هي الطريقة الأولى في حكاية الخلاف أن الشرط إذا تعقب جملاً متعاطفة فلا خلاف فيها أي بإجماع وهذه طريقة أبي الخطاب وتلميذ ابن عقيل والشيخ تقي الدين رحمة الله على الجميع الطريقة الثانية وهي طريقة الموفق في الروضة قالوا وفي الروضة والمراد بالروضة الروضة الأصورية لأن عندنا كتابين باسم الروضة الروضة الأصولية والروضة الفقهية أو روضة الفقهي والروضة الأصولية هي لابن قدامة وروضة الفقه اختلف لمن هي له وبناء على ذلك فقد ذكر بعض المشايخ أن ما تفرد به صاحب الروضة لا يقبل أي الروضة الفقهية لأنه لا يعرف من هو وقد تقرر معنا وذكرت أظن هذا في الحديث عن السنة أن المجهيل لا يقبل قولهم في الرواية ولا في الفقه فحيث كان الروضة الفقهية لا يعرف مؤلفها أو لم يجزم به فإنه لا يعتد بما فيه إلا أن يوافقه غيره من أصحاب الوجوه لكن المراد هنا طبعا بالروضة الروضة الأصولية ابن قدامة ذكر أن الأكثر قد سلم أن الشرطة والصفة إذا تعقبت جملا فإنها تعود للجميع ومفهوم ذلك أن هناك من الناس من خالف في هذه المسألة وهم الذين سيردوه المصنف بعد قليل نعم وخصه وخصه بعض النحاة بالجملة التي تليه متقدمة كانت أو متأخرة نعم هذا قول بعض النحاة من عده إجماعا فإنه لم ينظر لقولهم ولم يعتد بما قالوه ومن قال إنه قد سلمه الأكثر ربما يقصد هؤلاء قوله وخصه بعض النحاة ذكر المصنف أن مراده ببعض النحاة ما نقله الرازي في المحصول عن بعض الأدباء المتأخرين أو قال عن بعض الأدباء ففي كتابه القواعد بيّن أنهم بعض الأدباء وهنا ذكر أنهم بعض النحاة قوله وخصه بعض النحاة بالجملة التي تليه أي التي تليه الشرط فتكون موالية له قال المصنف متقدمة أو متأخرة يعني قد تكون التي تليه قبله وقد تكون التي تليه بعده وصورة ذلك أن الشرط أحيانا قد يكون متقدما على العام إذا كان جملاً مثاله أن يقول المرء إن شاء الله لآكلن ولأدخلن البيت فهنا الشرط تقدم على جملتين معطوفتين الأكل والشرب فعلى القول الأول وهو حكي فيه الإجماع فإن الاستثناء يعود للثنتين فلو لم يأكل ولم يدخل البيت فلا حنث عليه وعلى قول بعض النحاة إنما يختص بالجملة التي تليها أي التي تكون بعدها فيكون الجملة الأولى وهو عدم الأكل إن لم يأكل لم يحنث بخلاف الدخول فإنه يحنث إذا لم يدخل ومثال أن يكون الشرط متأخراً أن يقول لآكلن الطعام ولأدخلن الدار إن شاء الله فعلى قول النحويين يكون الشرط متعلقاً بالجملة الثانية دون الأولى لأن هي التي تكون موالية للشرط طبعاً ثمرت هذه المثال الذي ذكره الفقهة فيما لو أن رجلاً قال والله أفعلنا كذا وكذا إن شاء الله فهل يحنث إذا لم يفعل أحدهما أم لا المعتمد عند فقهائنا وجهاً واحداً أن المشيئة تعود للأمرين معاً إلا أن ينوي خلاف ذلك قال أبو العباس التوابع المخصصة كالبدل وعطف البيان ونحيهما كالاستثناء والشروط المعنوية بحرف الجر كقوله بشرط أنه أو على أنه أو بحرف العطف كقوله ومن شرطه كذا فهو كالشرط اللفظي طيب هذه المسألة التي نقلها المصنف عن أبي العباس والمراض بأبي العباس الشيخ تقي الدين عليها رحمة الله هذه الجملة التي أوردها تتابع المتأخرون على ذكرها وإقرارها وممن ذكرها البهوتي في شرحه على الإقناع وأقرة والكناني كذلك وبالمفلح وإذلك فإن القاعدة في حكاية الخلاف عند فقهائي أحمد أنهم إذا قالوا قال فلان من غير الإتيان بحرف الواو فلم يقولوا وقال فمعناه أن قول فلان معتمد عندهم وهنا المصنف قال قال أبو العباس من غير الإتيان بالواو قبل أن نشرح الكلام الوارد هنا أريد أن أذكر لكم تقسيم كلام الشيخ تقي الدين للمسألة فإنك إذا فهمت تقسيمه استطعت أن تفهم الكلام الذي أورده المصنف هنا بالمعنى من كلام الشيخ الشيخ تقي الدين يقول إن الجمل المتعاطفة تكون على نوعين النوع الأول أن تكون الجمل المتعاطفة من جنس فإنها في هذه الحال لها أربعة أحوال الحالة الأولى أن تكون جملا متعاطفة من جنس وتخصص بالاستثناء فقد تقدم معنا في الدرس الماضي أن فيها خلافا الحالة الثانية أن تكون جملا متعاطفة من جنس وتخصص بالشرط وتقدم معنا قبل قليل أنها بإجماع لا خلاف فيها وإن حكي خلاف فهو خلاف ضعيف هاتان حالتان نعرفهما قبل قليل المهم عندنا هي الثالثة والرابعة الحالة الثالثة إذا تعاقبت جمل من جنس وكان المخصص لها صفة تابعة للإسم كالبدل وعطف البيان وغيره فإنه يكون كالاستثناء فيه قولا الحالة الرابعة أن تكون الجمل المتعاقبة من جنس أن تكون متخصصة بشروط معنوية وهي التي تأتي بحرف الشرط بحرف الجر أو الواو العاطفة فيكون حكم وحكم الشرط اللفظ لا خلاف فيها إذا عرفت هذه الأمور الأربعة عرفت الكلام الذي يقوله الشيخ انظر معي ماذا يقول الشيخ يقول الشيخ تقي الدين التوابع المخصصة قوله التوابع المخصصة أي التي تكون تابعة للكلام ومخصصة له أي مخصصة للإسم الذي يأتي معها نعم يقول التوابع المخصصة بأنها أي تابعة للإسم وتكون صفة له كالبدل وهذا يدلنا على أن الشيخ يرى أن بدل بعض من البعض وبدل بعض من الكل والكل من الكل أنه بدل بعض من الكل أنه من المخصصات وقد مر معنا في الدرس الماضي أن المصنف أشار إليه وقال لم يذكره الأكثر قال وعطف البيان أي أن عطف البيان كذلك يأخذ حكمه والمراد بعطف البيان هو التابع الجامد الموضوع لمتبوعه ويكون مخصصا له مثل أن يقول الرجل مثلا أوقفت على ولدي أبي محمد عبد الله فهذا من باب عطف البيان قال ونحوها مثل التوكيد والتمييز والصفة وغيرها فإنها تأخذ حكم التوابع للإسم فهذه الأمور كلها يقول الشيخ إنها كالاستثناء ومعنى قوله كالاستثناء أي تأخذ حكم الاستثناء فهل تتبعوا فهل تعودوا لكل الجمل أم للأخيرة منها فيها قولان تقدم ذكرهما في الدرس الماضي ثم قال الشيخ والشروط المعنوية هذه القسم الثاني القسم الأول ملحق بالاستثناء وهذا القسم الثاني وهو الشروط المعنوية في بعض النسخ من المختصر الشروط المقترنة وفي بعض النسخ أيضا الخطية الشروط المعنونة ولكن أصوب ذلك أن نقول المعنوية كما صرح به الشيخ ووضحه في موضعين من كتبه فقد ذكر هذه المسألة أو ذكرت هذه المسألة في مجموع الفتاة وفي المسودة ومعنى كونها شروطاً معنوية أي لم يؤتى فيها بأداة شرط لكنها تحقق معنى لأن الشرط اللفظي هو الذي يؤتى فيه بأداة شرط كإن وإذا وغيرها من أدوات الشرط الكثيرة الشروط المعنوية أن تأتي بالمعنى بدون الاتيان بالأدات وذلك قال والشروط المعنوية بحرف الجر كأن يقول بشرط أنه أو على أنه فهنا أتى بحرف جر فحرف الجر كأنه أتى بأداة شرط فلو قال رجل أوقفت داري على ابني على أنه يصلي كأنه قال إن هو صلى وهكذا من الفاظ التي تدل على شروط المعنوية بحرف الجر قال أو بحرف العطف قد يكون الشرط المعنوي جاء بحرف عطف قال كقوله ومن شرطه كذا فيقول ومن شرطه كذا فهنا يكون كالشرط اللفظي أي لا نزاع فيه ولا خلاف وسبب التفريق الشيخ بين الشروط المعنوية وبين المخصصات التي تكون تابعة قال لأن المخصص يكون تابعا للإسم بينما الشرط متعلق بالكلام كله فناسب أن يكون كالشرط اللفظي والحقيقة أن هذا التفصيل من الشيخ تقي الدين تفصيل جيد ومناسب واعتمده فقهاء مذهب أحمد اعتمادا كليا في كتاب الأوقاف فإنهم يذكرونه في الأوقاف ويذكرونه في الوصايا تطبيقا على كلام الآدميين في أوقافهم ووصاياهم نعم والتخصيص بالصفة كأكرم بني تمي من الداخلين فيقصر عليهم نعم هذا هو المخصص الثالث من المخصصات المتصلة وهو التخصيص بالصفة والتخصيص بالصفة حكي الاتفاق على كونه مخصصا ممن حكى الاتفاق الشيخ تقي الدين وقال إذا العقل متفقون عليه ومنهم بدر الدين الزركشي ابن بهادر صاحب البحر المحيط بعد الشيخ تقي الدين أيضا حكى هذا الاتفاق عليه إذن فالتخصيص بالصفة متفق عليه طيب يقول الشيخ رحمه الله تعالى والتخصيص بالصفة هنا الصفة التي يذكرها الفقهة في المخصصات ليس المقصود بها الصفة المذكورة في كتب النحو وهو المسمى بالنعت وإنما المراد بالصفة هنا الصفة المعنوية وبناء على ذلك فإنها تكون أشمل من باب الصفة عند النحويين فتشمل الصفة عند النحويين وتشمل الحال وتشمل التمييز وتشمل كذلك الظرف ظرف الزمان وظرف المكان كما أنها تشمل ما كان مفردا أو جملة أو شبه جملة مثل الجار المجرور فقد يكون إعراب الجملة في محل نص بحال فحينئذ تكون صفة معنوية فيخصص بها العام إذن هذه مسألة مهمة نعرف ما المراد بالصفة هنا ليس المراد بها الصفة النحوية وإنما هي صفة أشمل ويسميها العلماء بالصفة المعنوية فتكون أشمل من ذلك وهذه لها ثمر ستأتينا في فهم كلا المصنف بعد قريب مثل المصنف رحمه الله تعالى بمثال للتسهيل قال كأكرم بني تميم الداخلين فقوله الداخلين صفة لبني تميم قال الشيخ فيقصر عليهم أي أنه يقتصر الإكرام على الداخلين من هؤلاء دون من عداهم وأما غيرهم فإنه لا يدخل في ذلك الإكرام وأمثلة التخصص بالصفة في كتاب الله عز وجل كثيرة جدا ومنها قول الله عز وجل ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات فتقييد الإماء اللائي يجوز نكاحهن بأنهن مؤمنات يدل على أنه لا يجوز لمن لم يجد طولا لنكاح الحرة أن ينكح أمة ذمية بل لا بد أن يكون النكاح لأمة مؤمنة وذلك يقولون إن زواج الحرة يجوز من المسلمة والكتابية أنا أقول ذمية الصواب الكتابية والسرية يجوز وطء المسلمة والكتابية دون ما عداهن وأما الزواج بالأمة فلا يجوز إلا من المسلمة دون من عداها بشرطه وهو فقد الطول كما تقدم معنا التخصيص بالصفة شروطه مثل تقريبا شروط التخصيص بالشرط بأنه لا بد أن يكون متصلا بين الصفة وبين اللفظ العام ولكن يزيد بشرط أورده العلماء وهو أنه لا بد أن يكون الوصف لم يخرج مخرج الغالب فإن كان قد خرج مخرج الغالب فإنه لا يكون مقيدا وبنان عليه فذاك يقول العلماء عن هذا الوصف إن هذا الوصف أغلبي فحيث قالوا إن هذا الوصف أغلبي أي أنه لا يكون مقيدا للمطلق ولا مخصصا للعام ولا بد من إثبات دليل عدم الأغلبية عدم الطردية وأنه أغلبي كذلك أيضا قالوا لا بد أن يكون ذلك الوصف لم يسق لمدح أو ذنب أو ترحم أو توكيد فإنه في هذه الحال لا يكون مخصصا فقد تقع عندنا مسألة قبل أن تقل المسألة بعدها وهي قضية أن التخصيص بالصفة يقولون إنه يختلف عن التخصيص بالاستثناء بأمور منها على سبيل المثال أن الاستثناء لا يجوز للأكثر بينما الصفة يجوز أن يكون المخرج أكثر بخلاف الاستثناء كذلك أن التخصيص بالصفة يجوز للمجهول ومن المجهول وأما الاستثناء فلا يجوز بالمجهول ولا من المجهول قال غير واحد وهي كالاستثناء وفي الغوضة سلمه الأكثر نعم هذه المسألة أيضا في الصفة قال غير واحد أي من الأصوليين إنه كالاستثناء وممن قال بذلك طبعا نقلها المصنف عن ابن السبكي في جمع الجوامع وممن قال بذلك أيضا بأنها كالاستثناء تماما جماعة حتى قالب مفلح قاله جمع من أصحابنا وغيرهم كالآمدي وقوله وهي كالاستثناء أن يجري فيها الخلاف طبعا الجملة التي ذكرها المصنف فيها نقص والصواب أن يقال وهي كالاستثناء في العود إلى الجملتين هذا مراد المصنف وليس كالاستثناء من كل وجه فقد ذكرت لكم قبل قليل أن هناك فروقات بين التخصيص بالصفة والتخصيص بالاستثناء إذن فقول المصنف هنا وهي كالاستثناء أي في العود للجملتين المتعاطفتين إذا أعقبت الصفة جملا متعاطفة وعلى ذلك فإنه يجري فيها الخلاف الذي في الاستثناء هذه هي الطريقة الأولى الطريقة الثانية قول صاحب الروضة سلمه الأكثر نعم قول صاحب الروضة الذي هو بن قدامة سلمه الأكثر فإن بن قدامة ذكر أن التخصيص بالصفة والتخصيص بالشرط كلاهما سلمه الأكثر فجعل الحكم فيه ما سوى وأن الخلافة فيها ضعيف وأن قلة خالف فيها هذه الطريقة الثانية هناك طريقة ثالثة للشيخ تقي الدين وقد نقلها عنه الزركشي في البحر المحيط وصاحب المحر المحيط ينقل أحيانا كثيرا عن الشيخ تقي الدين ولا يسميه باسمه وأحيانا نسميه باسمه وهذه من المواضع التي لم يسميه باسمه الشيخ تقي الدين قال إن الصفات تنقسم إلى قسمين إما أن تكون صفات شرطية وإما أن تكون صفات إعرابية فإن كانت صفات إعرابية أي تتبع ما قبلها من الصفات فتكون كالنعتي ونحوه فإنها كالاستثناء يجري فيها الخلافة الذي في الاستثناء وأما إن كانت صفة شرطية جيئة بهذه الصفة المعنوية لأجل الشرط فيجب أن تلحق بالشرط بنفي الخلاف وأن لا خلافة في المسألة وهذا التفصيل الحقيقة نظر في دلائل المعاني وعدم الوقوف عند المباني وهو تفصيل جيد في اللغة وفي كذلك القواعد الأصولية أوردها المصنف نعم إذن أصبح عندنا ثلاث طرق الطريق الأول أن أكثر أصحاب أحمد وأكثر الأصوليين عبر على المصنف قال غير واحد أن الخلاف في عود الصفة للجمل المتعاقبة المعطوفة كالخلاف في الاستثناء والطريقة الثانية طريقة بن قدامة وهو أن الأكثر قالوا إنه تعود وأن الخلاف فيها قريل وضعيف الطريقة الثالثة التفصيل بين نوعين من أنواع الصفات وهي الصفات الإعرابية والصفات الشرطية نعم والتخصيص بالغاية كأكرم بني تميم حتى أو إلى أن يدخلوا فيقصروا على غيرهم نعم هذا هو المخصص الرابع وهو التخصيص بالغاية التعبير بالغاية الغاية هي منتهى الشيء الذي يصل إليه الطرفان والغاية قد تكون غاية ابتداء وأدواتها من وقد تكون غاية انتهاء وحروفها ثلاثة وهي إلى وحتى وزاد بعض النحويين اللام فهذا التخصيص بالغاية يكون مقيدا للعموم مقيدا للإطلاق ومخصصا للعموم كذلك مثال الذي أورده مصلم ثم نولده بعده أمثياتا من كتاب الله نعم قال كأكرم بني تميم حتى أو إلى أن يدخلوا فقوله حتى هذا هو يعني أداة الغاية الانتهاء وإلى أن كذلك أداة الغاية قال فيقصروا عن غيرهم أي فيقصروا عن الذين فيقصروا عن غيرهم الذين دخلوا فإذا وصلوا إلى الدخول فإنه يقصر عنهم في كتاب الله عز وجل الكثير من الغايات التي خصص بها النص منها قول الله عز وجل ثم أتم الصيام إلى الليل فدلنا ذلك على أن الصيام مقصور إلى ورود الليل أي أوله وكذلك قول الله عز وجل في آية الوضوء يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق نحن نعلم أن اليد تصدق على الكف والكف مع الذراع والكف مع الذراع مع العضد فلو لم يرد هذا التقييد للإطلاق لقلنا إنه ربما شمل عمومها فيكون إلى العضد ومع ذلك فإنها قد خصصت به كذلك أيضا التقييد أو التخصص بحتى قول الله عز وجل ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فدل ذلك على أنه لا يجوز وطء الحائض حتى تطهر وتغتسل بعد ذلك نعم وهي كالاستثناء بعد الجمل قاله غير واحد نعم هذه مثل جملة سابقة يعني أنه إذا وردت جمل فإنها تأخذه حكم الاستثناء قول مصنف قاله غير واحد ممن صرح بذلك من أصحاب أحمد بالحمدان والطوفي والكناني والمرداوي وغيرهم تبعا لابن الحاجب وقبله الآمدي نعم والإشارة بلفظ ذلك بعد الجمل تعود إلى الكل ذكره القاضي وأبو الوفاء وبالبركات وأبو يعلى الصغير وبالبقاء نعم قول المصنف والإشارة بلفظ ذلك بعد الجمل يعني أنه إذا وردت جمل متعددة وكانت متعاطفة ثم جاء بعدها لفظ ذلك فهل يعود ذلك لجميع الجمل أم لآخرها مثال ذلك قول الله عز وجل والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما فقول الله عز وجل من يفعل ذلك هل يعود إلى الثلاث كلها أم يعود إلى بعضها هذه هي المسألة يقول المصنف تعود إلى الكل أي إلى الكل الجمل المتعاطفة قال ذكره القاضي أي أبو يعلى وكلام القاضي نقله عنه ابن الجوزي في زاد المسير وليس موجودا في كتبه المطبوعة وابن الجوزي في كتابه التفسير العظيم كتاب زاد المسير وهو من أعظم كتب التفسير حقيقة يعتمد على كتاب يعتمد على كتاب مفقود للقاضي أبي يعلى وهو أحكام القرآن وقد أكثر النقل عنه جدا وإذلك أغلب الأحكام أو أغلب التفسيرات التي ينقلها عن أبي يعلى إنما هي في آيات الأحكام دون ما عدها إذن هذا قول القاضي نقل عنه من الجوزي في تفسيره قال وأبو الوفاء نص على ذلك أبو الوفاء في الواضح وفي غيرها من كتبه قال وأبو البركات يعني المجد وأبو يعلى الصغير وهو حفيد للقاضي أبي يعلى قال وأبو البقاء هو العكبري صاحب إملاء ما منى به الرحمن وقد ذكر ذلك عند قول الله عز وجل حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخلقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلك فسق فذكر أبو البقاء العكبري عليه رحمة الله وهم كبار علماء اللغة وكتابه إملاء ما منى به الرحمن مطبوع قديم وهم من أجمل الكتب في إعراب القرآن وله كتاب آخر لكنه لم يشتهر وهو مطبوع من فترة طويلة في إعراب الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم كذلك ولكن الشهر الأول أكثر ذكر ذكر أبو البقاء العكبري عليه رحمة الله أن قول الله عز وجل ذلكم يعود إلى جميع المذكورات في الآية قال ويحتمل أن يكون عائدة للأخير وهو قول الله عز وجل وأن تستقسموا بالأزلام هذه المسألة لها ثمرة في الفقه فإن قول الله عز وجل وعلى المولود له بسقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فقول الله عز وجل وعلى الوارث مثل ذلك قيل إنه يعود إلى أجرة الرضاعة وقيل إنه يعود إلى النهي عن الإضرار وقيل إنه يعود إلى جميع المذكورات في الآية وهذا الذي انتصر له القاضي أبو يعلى وغيره من المحققين نعم والتمييز بعد جمل مقتضى كلام النحاة وجماعة من أصليين عوده إلى الجميع ولنا خلافهم في الفرع نعم قول مصنف والتمييز بعد جمل التمييز يطلق عند الأصوليين ويوافقهم علماء النحو كما بيّن ذلك بن مالك في شرح التسهيل على أمرين التمييز الذي يكون مفردا كتمييز الأعداد خمسة دراهن أو رجال ونحو ذلك وقد يكون تمييز جمل ومن أحسن من أوضحه وبيّنه من أهل العلم الذين كتفوا نحو إبن مالك في شرح التسهيل قوله بعد جمل طبعا كذلك يقصد الجمل ويقصد أيضا الأفراد حتى فإن الأصولين تجوّزون في إطلاق كلمة الجمل فقد يكون مفردات أفرادا أو أعدادا فلا يلزم أن تكون جملة تامة إذا مرادنا أن قول المصنف بعد جمل وكذلك الأصوليون لا يقصدون بها الجملة التامة وإنما يقصدون بها كل ما يكون محتوي لأفراد تحته قبل أن نذكر الحكم هنا المصنف قال بعد جمل وسكت لم يذكر أنها متعاطفة كما ذكر في السابقات ولم يذكر خلاف ذلك وظاهر كلام المصنف هنا أن التمييز إذا ورد بعد جمل فإنه يعود لجميعها ولو لم تكن متعاطفة أي لم يأتي بينها حرف الواو أو ثم وهذا هو المذهب نص عليه في المنتهى وغيره ونقل في الفروع عن الأسجي أنه فرق بين الجمل المتعاطفة والجمل غير المتعاطفة ثم رد عليه وإذلك مش المتأخرون على أن التمييز بعد الجمل يعود للجميع سواء كانت معطوفة أو لا هذه عبارة صاحب المنتهى طيب يقول الشيخ مقتضى كلام النحة وجماعة من الأصوليين عوده إلى الجميع قول المصنف إنه يعود إلى الجميع يعني لم ينقله عن أحد وإنما ذكره مقتضى كلامهم والظاهر أن المصنف رحمه الله تعالى لم يجزم بشيء لأنه لم يقف على نقل في المسألة نعم صحح في كتابه القواعد أن أصح الأصح أنه يعود الأمر للجميع لكن وقفت على كلام البن مفلح في حاشيته على المحرر جزم بذلك أي جزم أن المذهب المجزوم به أن التمييز إذا ورد بعد جمل متعاقبة أنه يعود لجميعها وذكر أن بعض أصحاب الإمام أحمد خرج قولا أنه يعود لما يليها فقط هكذا ذكره بمفلح في حاشية المحرر ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى ولنا أي في المذهب خلاف في الفروع وهذا يدل على أن الفروع لا يلزم أن تنبني على قاعدة مستقرأة فقد يكون الفرع مبني على قاعدة مختلفة عن قاعدة الباب ما هي الفروع التي اختلف فيها أهمها مسألتان المسألة الأولى لو أن رجلا أقر أمام قاض فقال عن آخر له علي ألف ودرهم هكذا قال له علي ألف ودرهم أو قال له علي ألف وثوب أو ألف وقنينة ماء فهنا التمييز إنما هو الجملة الثانية قنينة ثوب ثوب درهم الذي هو الواحد فهل يرجع هذا التمييز للجملة الثانية التي هي الواحدة أم يعود لكل الجملتين فنقول إنه قد أقر على نفسه بألف ودرهم بألف درهم ودرهم إذن فقوله ألف ودرهم هل يكون كذلك أم لا هذه المسألة فيها وجهان في المذهب المذهب المجزون به في الإقناع والمنتهى وغيرها أن الألف تكون من جنس ما ذكر بعدها تمييزاً وهناك وجه آخر في المذهب أنه يرجع للمتكلم في تفسيرها ذكر هذا الوجه أبو الحسن التميمي فيما نقله عنه المجلس المحرر وجزم به وقواه أبو الخطاب في الهداية فقد قال أبو الخطاب في الهداية وهو الأقوى عندي أي الوجه الثاني أيضاً من تطبيقات هذه المسألة لو أن رجلاً قال لآخر له علي ألف وخمسون درهم وهذه تختلف عن الأولى لأنه قيل إن هذه خرج الخلاه فيها عن الأولى وفيه نظر كما سأذكر لك فإن المرأة إذا قال له علي ألف وخمسون درهم فهل تكون الألف تمييزها من جنس المعطوف عليها أم لا بمعنى أنه يرجع إليه في التفسير فقد يقول له له علي ألف هللة وخمسون درهم هكذا يعني قيل هذه المسألة فيها وجهان الوجه الأول أنه أن التمييز في الجملة الأولى يكون هو تمييز الجملة الثانية وقد ذكر في الإنصاف أنها من مفردات المذهب أي خلاف الجمهور والقول الثاني في المذهب أنه يرجع إليه في تفسير الألف من أي شيء قالوا ويحتمله قول التميمي أبي الحسن وقد نظر هذا الاحتمال قالوا لأن قول أبي الحسن التميمي أنه يرجع إليه مع العطف حينما قال له ألف ودرهم وأما إذا وجد التمييز والإضافة بأن قال خمسون درهم فظاهر كلام التميمي أنه يوافق قول المذهب كما صرح به المجد في المحرر صرح الفرق بينهما المجد في المحرر التخصيص بالمنفصل نعم شرع المصنف بعد ذلك في المخصصات المنفصلة وهي أنواع متعددة نبدأ بأولها وهو مسألة هذا هو المخصص الأول من المخصصات المنفصلة وهو التخصيص بالعقل يجوز التخصيص بالعقل عند الأكثر نعم قول مصنف رحيم الله تعالى يجوز وروده الجواز العقلي وسيأتي الورود إن شاء الله بعد قريب التخصيص بالعقل أي تخصيص عموم النصوص الشرعية من الكتاب والسنة بدليل العقل قوله بالعقل أي بدليل العقل وقوله العقل قلنا أن دليل العقل يشمل نوع دليل العقل الضروري والنظري وقد تقدم معنا في أول درس في هذا المختصر التفريق بين الدليل العقل النظري ودليل العقل الضروري وقد مثلوا للأمرين من حيث الوجود فقالوا مثال التخصيص بدليل العقل الضروري قول الله عز وجل الله خالق كل شيء فإنه مما يعلم اضطرارا في قلوب الناس جميعا أن هذه الآية يخرج منها ذاته سبحانه وتعالى ومن التخصيص بدليل العقل النظري قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وبالدليل النظري عرفنا خروج فاقد الأهلية كالمجنون والصبي ونحوهم ثم قال الشيخ رحمة الله تعالى والنزاع لفظي أي أن بعضا من الناس من نازع في كون العقل أو دليل العقل مخصص وهؤلاء الذين نازعوا هم جماعة من المتكلمين بينما الجمهور على الأول وقد نص أحمد عليه كذلك في أكثر من موضع وقول المصنف إن النزاع بينهم لفظي كذا قال جماعة منهم الجويني في البرهان والقرافي وابن السبك في الإبهاج وكثيرون كما نقله عنهم في البحر المحيط وسبب كون النزاع لفظيا أن الذين نفوا كونه مخصصا يتفقون مع غيرهم في أن هذا خارج عن العموم ولكن ما هو المخرج له هنا محل النظر أهو النقل الذي دل عليه هذا المعنى أم هو العقل والنتيجة أن النزاع لفظي نعم مسألة يجز التخصيص بالحس نحو وأوتيت من كل شيء نعم هذا هو المخصص الثاني من المخصصات المنفصلة وهو الحس ومعنى التخصيص بالحس يعني أنه يدرك بأحد الحواس الخمس كالمشاهدة مثلا والشم ونحوه وغالبا ما يكون من باب المشاهدة مثل له المصنف بقول له عز وجل وأوتيت من كل شيء أي بلقيس مع أنه يدل الحس من المشاهدة أنها لم تؤتى أشياء كثيرة فدل على أن هناك أمور كثيرة لم تؤتها وهذا يدل عليه الحس فملك سليمان لم تؤتى كان عند سليمان وليس عنده وغير ذلك والنبوة وغير ذلك من الأمور الكثيرة التي لم تصل إليها هنا مسألة في قضية التخصيص بالحس ذكر المصنف أن التخصيص بالحس إنما هو من المخصصات المنفصلة وقال بعض أهل العلم والشيخ تقي الدين وأورد ذلك في بيان تلبيس الجهمية أن التخصيص بالحس إنما هو من المخصصات المتصلة للمنفصلة وأطال على ذلك إطالة يعني كبيرة وقال إن بل إن الحس أبلغ من سائر المخصصات المتصلة لأنه من حين يتلفظ المتلفظ بالعموم فإنه قد وجد التخصيص الحس عليه فكانت متصلاً بل هو أبلغ من المتصل النتيجة نزاع لفظي لكن يعني الشيخ أتى به لتقرير بعض المسائل المتعلقة بالاعتقاد نعم نسألة نعم هذا المخصص الثالث المخصصات المنفصلة وهو التخصيص بالنص وهو من أهم المسائل يجوز التخصيص بالنص نعم قول المصنف رحمه الله تعالى يجوز التخصيص بالنص يعني أن المخصص يجوز أن يكون نصاً وهو الكتاب أو السنة والسنة قد تكون متواترةً وقد تكون أحاداً وسيأتي إن شاء الله تقسيم الحالات بعد قليل والتخصيص بالنص هذا المجزوم به قولاً واحداً في مذهب أحمد وعامة أهل العلم عليه وقد نص الإمام أحمد رحمه الله تعالى على التخصيص بالنص فقال في رواية عبد الله الآية إذا كانت عامة ينظر ما جاءت به السنة فتكون السنة هي الدليل على ظاهر القرآن ثم ذكر مثالاً لذلك فقال مثل قول الله عز وجل يصيكم الله في أولادكم فلو كانت الآية على ظاهرها ورث كل من وقع عليه اسم ولد وإن كان يهودياً أو نصرانياً أو عبداً أو قاتلاً فلما جاءت السنة أن لا يرث مسلم كافر ولا كافر مسلم ولا يرث قاتل ولا عبد كانت دليلاً على ما أراد الله من ذلك وهذا صريح من أحمد أن السنة يعني تخص القرآن وأن النص يخصص بعضه بعضاً نعم، وهذا باتفاق أن النص يخصص في الجملة نعم، وسواء كان العام كتاباً أو سنة نعم، قول المصنف وسواء كان العام كتاباً أو سنة أيضاً وسواء كان المخصص كتاباً أو سنة فأصبح بناء على ذلك عندنا أربع صور تخصيص الكتاب بالكتاب والسنة بالكتاب والكتاب بالسنة والسنة بالكتاب نبدأ بأولها وهو تخصيص الكتاب بالكتاب فإن عامة أهل العلم على جواز تخصيص الكتاب بالكتاب ولم يحكى خلاف فيه إلا خلاف نسب لبعض الظاهرية والموجود في كتب ابن حزم كالإحكام وغيره نقض ذلك وعدم النظر لمن قال إنه لا يخصص الكتاب الكتاب فيكون بمثابة الإجماع المتفق عليه ومن أمثلة تخصيص الكتاب بالكتاب في كتاب الله عز وجل قول الله عز وجل ولا تنكح المشركات فنهى الله عز وجل عن نكاح كل المشركات ثم خصص من ذلك وأخرج الكتابيات فإنه يجوز نكاحهن فقال الله عز وجل والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب فاستثنى القرآن من الآية الأولى صورة فيجوز نكاحها هذا الأمر الأول الأمر الثاني تخصيص السنة بالسنة وهذا أيضا عامة أهل العلم عليه ولم يحك فيه خلاف اللهم إلا استصحابا لمن ولم يسرحوا بهذا الاستصحاب بذكر ما نقل عنه الخلاف من بعض الظاهرية وأظن أن أخوهم خطأا من قولهم بمنع تخصيص الكتاب من الكتاب التخصيص السنة بالسنة من الكثرة بمكان لكن سأورد مثالا نص عليه أحمد وصرح فيه أن السنة تكون مخصصة للسنة فقد جاء في رواية أبي طالب أن أحمد أورد حديث أم سلمة رضي الله عنها من أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظهاره قال أحمد وحديث عائشة عام حديث قال أحمد حديث عائشة عام وحديث أم سلمة مخصوص فهو آكد أنه قد خص من العام إذا أراد أن يضحي أمسك وإذا بعث لم يمسك هذا على وجهه وهذا على وجهه هذه المسألة ورد فيها حديثان حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث هديه لم يمتنع من أخذ شيء من شعره وضفره أو نحو ما قال رضي الله عنها وحديث أم سلمة الذي ذكرت لكم في الصحيح مسلم بعض الناس قال إن حديث عائشة ناسخ لحديث أم سلمة لا ليس ذلك كذلك وإنما هو مخصص له أي حديث أم سلمة هو المخصص لأن الذي يبعث هديا من باب الهدي لبيت الله الحرام لا يلزمه الإمساك الذي يلزمه الإمساك إنما هو المضحي فقط فيكون أحد الصور لا جميع الصور بقي عندنا صورتان سيرده المصنف وهو تخصيص الكتاب من السنة وتخصيص السنة من الكتاب سيأتي إن شاء الله لكلام مصنف بعد قريب نعم متقدما أو متأخرا لقوة الخاص وهو قول الشافعية نعم يقول المصنف متقدما أو متأخرا أي سواء كان العام ورد متقدما على الخاص أو ورد متأخرا عنه وبالقسمة العقلية فإن ورود العام والخاص له أربعة أحوال أما أن يرد مقترنين في نص واحد قالوا مثال ذلك لو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال زكوا البقرة ولا تزكوا العوامل فجعلها مقترنة فإن عامة الفقهة والمتكلمين كذلك على أنها تكون مخصصة للعام وحكي عن بعضهم أنها من باب التعارض وهذا قول ساقط لم يعتبروه يعني أنه قول ضعيف الحالة الثانية أن يتقدم العام على الخاص فيكون الخاص والمتأخر فهنا باتفاق عند القائلين بالتخصيص أن الخاص يخص العام باتفاق ولا خلافة فيه الحالة الثالثة أن يتقدم الخاص على العام بمعنى أن العام هو المتأخر والخاص والمتقدم وسنذكرها في كلام مصنف بعد قريب الحالة الرابعة أن يجهل المتقدم والمتأخر وسيأتي أيضا في كلام المصنف بإذن الله عز وجل إذن قول المصنف هنا متقدما أو متأخرا أي العام وهذا هو القول الأول في المسألة لقوة الخاص بمعنى أن دلالة النص الخاص أقوى من دلالة النص العام وذلك أنه قد تقرر معنا قبله أن دلالة النص العام على أجزائه من باب الظاهر لا من باب القطع بينما النص دلالته على أجزائه قطعية فقدم دلالة القطعي على دلالة الظاهر نعم قال المصنف وهو قول الشافعية وكذلك أيضا قول المالكية نعم وعن أحمد يقدم المتأخر خاصا كان أو عاما وهو قول الحنفية نعم هذه مسألة متعلقة بإذا علم تقدم الخاص على العام بمعنى أن العام هو المتأخر والخاص هو المتقدم فما الحكم في هذه المسألة لأهل العلم فيها أقوال القول الأول ما قدمه المصنف قبل قليل أن الخاص يكون مخصصا للعام ولو كان متقدما عليه فيكون العام حينئذ من العام الذي أريد به الخصوص وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم القول الثاني هو الذي أورده المصنف هنا قال وعن أحمد أي عن الإمام أحمد رواية يقدم المتأخر خاصا كان أو عاما إن كان خاصا فباتفاق وإن كان عاما فإنما هو على القول الثاني لا على القول الذي قدمناه قبل قليل قال وهو قول الحنفية نبدأ أولا في قوله وعن أحمد أخذت هذه الرواية من أحمد من مسألة قالها أحمد فإنه نقل عنه ابنه عبد الله أنه قال أذهب إلى الحديثين جميعا ولا أرد أحدهما بالآخر ثم قال ولهذا أمثال أو أمثلة منها قوله النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام لا تبع ما ليس عندك ثم أجاز السلم والسلم بيع ما ليس في ملكه وإنما هو الصفة وهذا عندي مثل الأول أي في القوة ثم قال ومثله ومنه الشات المصراه إذا اشتراها الرجل فحلبها إن شاء ردها ورد صاع تمر مع قول النبي صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان فكان ينبغي أن يكون اللبن للمشتري لأنه ضامن بمنزلة العبد إذا استغله فأصاب عيبا رده وكان له غلته بضمانه يؤخذ بهذا وهذا وشبهه ثم قال أحمد حتى تأتي دلالة بأن الخبر قبل الخبر فيكون الأخير أولى أن يؤخذ به على ما قال ابن شهاب يؤخذ بالأخير فالأخير من قول النبي صلى الله عليه وسلم فهذا الكلام من أحمد ظاهر ظاهره أن الخبرين إذا كان أحدهما خاصا والآخر عاما فإنه يؤخذ بالأخير سواء كان يعني خاصا أو عاما طبعا تأولها القاضي أبو يعلى ورد عليه رد عليه الشيخ عبد الحريم ابن تيمية نعم فإن جهل التاريخ تعرضى عند الحنفية نعم قبل ذلك في قول مصنف يقدم المتأخر قوله يقدم المتأخر يعني أن الذي جاء عن أحمد إنما هو تقديم المتأخر إذا علم تأخره وأما في الحالة الرابعة وهو إذا جهل فإنه يقدم الخاص عن أحمد وذلك قال يقدم المتأخر وسكت عن المجهول قال المصنف فإن جهل التاريخ يعني إذا كانت الحالة الرابعة بأن جهل فلم يعلم أيهم المتقدم وأيهم المتأخر فمذهب الجمهور كلهم على أنه يعمل بالألخاص ويكون مخصصا للعام إلا عند الحنفية فقالت فإن جهل التاريخ تعارضا أي تعارض العموم والخصوص فلا يعمل بأحدهما حتى يرجع إلى مرجح خارجي قال عند الحنفية أي عند أصحاب الإمام أبي حنيفة عليه رحمة الله ونقل الحلواني أن مذهب الحنفية كقول الرواية الثانية مذهب أحمد إنما هو خاص عندهم بالمتأخر دون المجهول نعم بذلك نكون أنهينا مسألتين أو أنهينا أربع المسائل المتعلقة بالزمان على سبيل إجاز أريدها أنه إذا تقدم العام على الخاص فباتفاق يكون الخاص مقيدا ومخصصا الحالة الثانية إذا اقترنا فباتفاق كذلك إلا خلاف منقول وهو يكاد يكون شاذا الحالة الثالثة إذا تأخر الخاص على العام ففيها قولان الجمهور عفوا نعم إذا تأخر العام عن الخاص ففيها قولان فالجمهور أنه يكون الخاص مقيدا ومخصصا للعام ورواية عن أحمد وقول الحنفية أنه يعمل بالأخير الحالة الرابعة إذا جهل فقال الحنفية وحدهم إنهم يتعارض الدليلان فيبحثوا عن مرجح خارجي والجمهور يقولون إنه يعمل بالعام والخاص ويكون الخاص مخصصا له ننتقل الآن مسألة التي بدأناها في أول الباب ذكرت لكم في أول الباب أن التخصص إما لكتاب بكتاب أو سنة بسنة بدأ يتكلم المصنف عن تخصيص السنة بالقرآن هل القرآن يخصص السنة أم لا هذا الذي أورده المصنف نعم وقال بعض الشافعية لا يخص عموم السنة بالكتاب نعم هذه المسألة وهي تخصيص السنة بالقرآن لأهل العلم فيها قولان القول الأول هو المذهب وقول الجمهور أنه يجوز تخصيص السنة بالقرآن فيكون القرآن هو المخصص وقد نص عليه إمام أحمد وذكر له مثالا فقد قال عبد الله لما ذكر قصة أبي جندل فقال ذاك صلح على أن يردوا من جاءهم مسلما أن يردوه إليهم قال أحمد فقد رد النبي صلى الله عليه وسلم الرجال ومنع أن ترد النساء ونزلت فيهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار فهنا الحديث من جاءهم عام مسلما فهو لفظ عموم خص بالقرآن الذي نزل بعد ذلك فيكون من تخصيص القرآن للسنة وهذا نص أحمد نص عليه وهو مثال صريح وهذا القول جزم به أغلب أصحاب أحمد منهم القاضي في كتابيه الروايتين والوجهين وفي كتابه العدة وأبو الخطاب والبركات وغيرهم القول الثاني هو للذكر المصنف قال وقال بعض الشافعية لا يخص عموم السنة بالكتاب قال وذكره أي وذكر هذا القول ابن حامد والقاضي رواية عن أحمد ذكر ذكر أبي عبد الله بن حامد شيخ القاضي لهذا من باب التخريج لا من باب الاختيار وقد صرح بذلك تلميذه القاضي فقال خرج شيخنا أبو عبد الله في ذلك وجها آخر أنه لا يجوز وأما القاضي فإنه في العدة ذكر وجه التخريج من أين استخرج ذلك وقد جزم بالقول الأول فقال وهو القوي عندي يعني الأول إذن فقوله وذكره أي وذكره تخريجا يجب أن نقيده بأنها تخريج ونحن نعلم أن الفرق بين التخريج والوجه أن التخريج إذا لم يجزم به فيبقى احتمالا ولا يكون وجها حتى يجزم به أحد أصحاب الوجوه ولذا فإنه ليس كل تخريج في المذهب يعمل به كما لا يخفى عليكم جميعا إلا أن يقول بهذا القول سواء كان قاعدة كلية أو فرعا فقيا أحد أصحاب الوجوه بيّن ذلك جماعك بن حمدان والمرداوي وغيرهم نعم وقال بعض المتكلمين لا يخص عموم الكتاب بخبر واحد وهو نواية عن أحمد نعم هذه المسألة الحالة الرابعة وهو تخصيص القرآن بالسنة هل القرآن يخصص بالسنة أم لا نقول إن له حالتان الحالة الأولى أن تكون السنة متواترة فقد حكي الإجماع حكاه جماعة ومنهم الجراعي وغيره أن السنة المتواترة تكون مخصصة لعموم القرآن الحالة الثانية أن يكون تخصيص القرآن بالسنة الأحد أي بخبر الواحد من السنة فهذه المسألة فيها قولان ذكرهما المصنف القول الأول وهو المذهب الذي قدمها المصنف في أول المسألة ورأسها وهو قول الجمهور أنه يجوز تخصيص القرآن بالسنة وقد نص الإمام أحمد على مثال لذلك وهو الذي ذكرنا في أول الباب حينما ذكر قول الله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم قال فلو كانت على ظاهرها لزم من قال بالظاهر أي نورث كل من وقع عليه اسم ولد وإن كان قاتلا أو يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ثم ذكر أيضا أمثلة أخرى بناء على ذلك بل إن هذا القول نقل الموفق في المغني الإجماع عليه فقد قال تخصيص المتواتري بالخبر الصحيح جائز بالإجماع وقد جاز تخصيص الكتاب بخبر الواحد بالإجماع هذه عبارة الموفق في المغني القول الثاني الذي أورده المصنف رحمه الله تعالى وقال إنه قد قال به بعض المتكلمين وهو رواية عن أحمد أنه لا تخصص سنة الأحادي القرآن لا تخصصها وقوله وهو رواية عن أحمد التعبير بكونها رواية عن أحمد يعني قد يكون فيها تأمل وذلك أن أبا الخطاب حكى هذه في كتاب الانتصار وكلهم يعتمد على قول أبي الخطاب في الانتصار إنما حكاه وجها ولم يحكيها رواية عن أحمد منصوصة وجه أي لبعض أصحاب أحمد وليست عن أحمد نفسه وهذا هو الأظهر وإن كان نقل عن أبي علي ابن شهاب العكبري أنه نقلها عن أحمد فقد يفهم أنها رواية عن أحمد ولكن قد نقل صاحب الإنصاف أن أغلب المتقدمين يعبرون بالرواية فيجعلونها شاملة تشمل وجه والمنصوص لأحمد ولعل ابن شهاب العكبري من هذا الأمر فالأقرب والله أعلم أنها يعني إنما هي وجه وليست رواية ذكرها طبعا ذكرها أبو الخطاب في كتاب الانتصار في الجزء الأول لما ذكر مسألة الدباغة في قول العزيز الحر مت عليكم الميتة قال هذا عام فإن قيل أيما إيها بن دبغ فقط طهر قال في وجه لنا أن خبر الأحد لا يخصص عموم القرآن نعم ثم قال الشيخ هذا القول الثلاث وقال ابن أبان وهو عيسى بن أبان أحد يعني فقهاء الحنفية يخصص المخصص دون غيره معنى هذا الكلام يعني أن خبر الواحد يخص العام الذي طبعا يخص العام الذي في القرآن نعم يخص العام من الكتاب إذا كان العام قد خص قبل ذلك مخصوص قبل ذلك بغير هذا الخبر وأما إذا كان العام لم يخص قبل ذلك فإنه لا يخص ابتداء بخبر الأحد لأن عندها عند الحنفية قاعدة أن العام إذا دخله التخصيص فقد ضعف أي ضعف عمومه حينئذ يرد عليه المخصص الضعيف يعني هذا كلامه لكن بناه الطوفي على أن عيسى بن أبان يرى أن العام إذا دخله التخصيص يكون مجازا كذا يقول فبنا عليه أن المجاز يرد عليه هذا رأي الطوفي مجتهاد منه قال لأنه قال قلت من عنده وليس نقلا من غيره نعم مسألة الجمهور أن الإجماع مخصص ولو عامل أهل الإجماع بخلاف نص خاص تضمن ناسخة نعم هذا هو المخصص الرابع من المخصصات المنفصلة وهو الإجماع يقول مصنف الجمهور قول الجمهور هذا جزم به طبعا جمهور العلماء من ذاهب الأربعة وجزم به أغلب أصحاب الإمام أحمد من جزم به نصا القاضي وتلاميذته أبو الخطاب وابن عقيد ومن قال به الموفق وابن مفلح ونقل الخلاف في هذه المسألة نقله أبو الخطاب عن قوم ولم يسمهم لم يذكر من هم هؤلاء الذين خالفوا في هذه المسألة قول المصنف إن الإجماع مخصص أن يكون مخصصا للنص من الكتاب أو السنة وعندما نقول إن الإجماع مخصص ليس المراد أنه بذاته أي أن الاتفاق هو الذي خصص وإنما المخصص ما تضمنه الإجماع لأنه تقدم معنا أنه لا بد أن يكون للإجماع مستند ولكن لا يلزم العلم بهذا المستند وبناء عليه فإنه إذا أجمعت الأمة على حكم مورد دليل عام فإن الإجماع يكون مخصصا لا بذاته وإنما بما تضمنه من دليل قد يكون وصلنا أو لم يصلنا على تخصيص هذا العام وأمثلت ذلك كثيرا جدا أضرب بعض الأمثلة التي أوردها فقهام ذب الامام أحمد للتدليل على تخصيص العام جاء في قول الله عز وجل ومن دخله كان آمنا هذه من صياغ العموم أن كل من دخل الحرم ومكة فإنه يكون آمنا يقول القاضي أبو يعلى هو عام في من جنى جناية قبل دخوله وفي من جنى جناية بعد دخوله إلا أن الإجماع انعقد على أن من جنى فيه لا يؤمن إذن فخصص هذه الآية الإجماع على أن الذي يقتل قتيلا فإنه يقام عليه ويجني جناية في مكة في داخل حدود الحرم أنه يقام عليه العقوبة من الأمثلة أيضا أنه جاء في العموم في قول الله عز وجل السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبان كالا من الله هذا مصيغ العموم مفرد حلي بأل ذكر فقه المذهب منه موفق وغيره أن هذه مخصوصة بالإجماع فأخرجت العبد فإنه بإجماع أن العبد إذا سرق من مال سيده فإنه لا تقطع يده وهذا المخصص إنما هو الإجماع وعدم ورود النص من الأمثلة كذلك في قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وقوله يا أيها الذين آمنوا يشملوا الذكر والأنثى وانعقد الإجماع على خروج الإناث ومن لم يلزمه السعي كالمرض من ذوي الأعذار والمسافر وغيرهم إذن هذه أمثلة والأمثلة كثيرة أن الإجماع قد يخصص نعم في بعضها قد ينازع هل الذي خصصه الإجماع أم القياس لأنه قل لما نجد مسألة لا يوجد فيها دليل إلا الإجماع ولذا فإن بعض الشراح ومنهم برماوي يناقض في بعض الصور التي أوردها الشافعية ولم أورد شيئا منها أن المخصص يكون فيها إجماعا نعم ولو عمل نعم ولو عمل أهل الإجماع بخلاف نص خاص تضمن ناسخة نعم هذه مسألة مهمة وهي قضية أنه لو أن أهل الإجماع المعتبر بهم لو عملوا بخلاف نص خاص تعبير مصند بما لو عمل إيش من الأمرين لو عملوا بخلافه أو لم يعملوا بمضمونه فكليه ما يشبره النص فإنه فإنه لا يكون تركهم ناسخا إذ الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ وسيأتينا إن شاء الله وإنما تركهم العمل يدل على أنه يوجد ناسخ لهذا النص ولكنه لم يبلغنا قد يبلغ غيرنا ممن اطلع على بعض الكثب التي تخفى على بعضنا فليس كل مريء يعرف كل العلم وقد تكون لم يطلع عليها أهل العصر بكاملة فكم من عصور مرت لم يكن بين أيدي الناس كثير من الكتب ابن حزم كانت بعض الكتب الستة ليست عندها كما تعلمون وغيرهم من أهل العلم ذكر عنه ذلك أيضا فالمقصود أن الإنسان لا يحوي كل العلم ولا حتى عشر معشاره إذن الإجماع لا يكون ناسخا وسيأتيشارة تفصيلها فيما بعد ما تكلم في النسخ بعد الدرسين تقريبا أن عندك المصنف الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ نعم مسألة العام يخصص بالمفهوم عند القائلين به نعم نقف عند هذه المسألة وهي من المخصص أظن الخامس أو الرابع من المخصصات المنفصلة وهو التخصيص بالمفهوم يقول المصنف العام يخصص بالمفهوم عند القائلين به أي عند القائلين بالمفهوم والقائلون بالمفهوم نوعان إما أن يقولوا بمفهوم المنطوق وإما مفهوم المخالفة وإما مفهوم الموافقة مفهوم الموافقة لم يخالف فيه أحد الجملة وإنما النزاع في مفهوم المخالفة فالجمهور على العمل به في الجملة إلا الحنفية خالفه وسأتنا تفصيل إن شاء الله في هذه المسألة وإذلك قال البعض إن قول مصنف العام يخصص بالمفهوم المراد به مفهوم المخالفة فقط لا ليس كذلك بل إنه يخصص بمفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة معا دليل الخطاب ولحن الخطاب وفحواه والتنبيه كذلك إذن قوله مفهوم أي مفهوم المخالفة والموافقة معا هذا القول جزم به أغلب أصحاب الإمام أحمد ومنهم القاضي وتلميذه أبو الخطاب وتلميذهما ابن عقيد لأن ابن عقيد تتلمد على القاضي وتتلمد على أبو الخطاب وكذلك نص عليه بن هبيرا في رسالته في الأصول والموفق وغيرهم من المتأخرين كلهم جزموا بذلك بل إنه نقل على أنه لا خلافة في المسألة وقد نص عليه أحمد في أكثر من موضع ومن من نقل ذلك في المسود وغيره وقول المصنف خلافا لبعض أصحابنا المراد بهؤلاء الذين خالفوا في هذه المسألة القاضي أبو يعلى في كتابه الكفاية فإن أبا يعلى في الكفاية قد بيّن أن العام لا يخص بالمفهوم ونسب أيضا هذا لأبو الخطاب ولكن الحقيقة فيه نظر بل أبو الخطاب عن القول الأول من أمثلة العام الذي يخص بالمفهوم أمثلة كثيرة جدا منها قول الله عز وجل الحر بالحر أي أن الحر يقتل بالحر قالوا إن هذا مفهومه يخص عموم قول الله عز وجل وأن النفس بالنفس فدل ذلك على أن الحر إذا قتل قنا فإنه لا يقاد به باب مفهوم الآية الأولى الذي خص العموم المنطوق في الآية الثانية وهناك أمثلة كثيرة دائما يددون في المفهوم وهو من أكثر أو كثيرة أمثلته في الكتاب والسنة نكون بذلك أن هنا درس اليوم أسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وصلى الله وسلم وبرك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أخونا يقول ما الفرق بين المسألتين في الخلاف الفروعي في مسألة التمييز إذا تعقب جملا هو ليس خلاف أصولي وإنما الخلاف في حكاية قول أبو الحسن التميمي فإن بعض الناس ظن أن قول أبو الحسن يشمل الصورتين بينما صرح في المحرر أبو البركات المحرر أن قول أبو الحسن التميمي إنما هو للصورة الأولى دون الثانية فقط فقط من باب تحدي الأقوال فحسب يقول أخونا كيف نطبق قاعدة عموم البلوى في الواقع العلمي وهل هي رخصة في ترك العزيمة الحقيقة أن عموم البلوى تستخدم أكثر من استخدام تستخدم أولا في مسألة تقدم الحديث عنها نظر في عموم البلوى في قبول الحديث ورجه فقد نقل عن بعضهم أن الحديث إذا كان من القضايا التي تعم بها البلوى فإنه لا يقبل فيها حديث الأحد كذا زعمه وتكلمنا عنه وتفصلت فيها وذكرت هل يصح نسبة ذلك لمالك وأصحابه بل هل يصح نسبة ذلك لأبي حنيفة وأصحابه أم لا الأمر الثاني أحيانا قد تكون عموم البلوى يكون سببا للذهاب للقول الضعيف كيف عندنا الذهاب للقول الضعيف له حالتان إما قبل الوقوع وإما بعد الوقوع فبعد الوقوع أمره أسهل فقد يقع المرء في أمر ويكون المفتي يرى الشدة فيه ولكن لما وقع ذلك الرجل في تلك المسألة فإنه قد يفتيه لأجل ابتلائه بها ووقوعه فيها بالقول الضعيف وأما قبل الوقوع فالعلماء يقولون لا يفتهى بالقول الضعيف قبل الوقوع إلا عند وجود الحاجة العامة للفردية فإذا اجتمع أهل البلد لحاجة عامة لأمر احتاجوا إليه حاجة كبيرة فإنه في هذه الحال قد يذهب للقول الضعيف لكن بشروط منها أن يكون القول معتبرا وليس قولا شاذا لا ينظر إليه ومن المسائل المهمة التي يعنى بها الفقهاء معرفة درجات قوة القول فليس كل ضعيف في درجة واحدة كما أنه ليس كل قوي في درجة واحدة فالمجمع عليه ليس كالمختلف فيه وهكذا وعلى العمو هذه مسألة مشهورة جدا يعني من أحسن من ألف فيها قبل قرنين القادري تلميذ الشيخ عبد القادري الفاسي أظن اسمه أحمد القادري ألف كتابا طبع قديما ثم أعيد طباعته بعد ذلك باسم رفع العتب والملام عن من قال إن العمل بالقول الضعيف ضرورة ليس بحرم هذا الكتاب يعني طبع طبع قديمة في قبل أكثر مئة سنة تقريبا ونحوها ولكنه أعيد صفه وطباعته مرة أخرى الذي ستجده مصورا في النت بي دي اف إنما هو الطبع القديمة الطبع الجديدة أجود حروفا وأنضد يقول ما المقصود بقول الأصولين العموم صيغة وللعموم صيغة هذه نزاع لأبي الوافة بن عقيل هل يقال للعموم صيغة أم أن العموم صيغة نفسها هذا النزاع إنما هو لأبي الوافة بن عقيل لم أتكلم عنه في العموم وإنما تكلمت عنه قبل في الأمر لما تكلمنا هل الأمر صيغة هي نفس المعنى أم أن الأمر صيغة وأراد أن يذهب أو يفر من كلام الأشاعرة وكثر الكلام فيه طيب يقول القرينة التي تصرف الأمر من الوجوب إلى الندب هل يصح أن تكون قياسا أو قول صحابي أو مصلحة أو ضرورة قول الصحابي نعم قد يكون قرينة باعتبار أن نرى أن قول الصحابي حجة طبعا بشرط يعني الاعتمال بقول الصحابي أما المصلحة فإنها في ذاتها لا تكون قرينة إلا إذا علل بها الحكم أحيانا تعلل بعض الأحكام بالمصلحة فيقال أن الأمر هذا شرع لأجل المصلحة الفلانية فحينئذ يكون مربوطا بها والأحكام إذا أنيطت بمصلحة فالمراد بها المصلحة الجزئية إذ العلمة لما تكلموا عن المصالح بيّنوا أن المصالح ثلاثة أنواع عامة وكلية وجزئية فالعامة جلب المصلحة ودرء المفسدة غير مقيدة والكلية لكل باب بعينه فعلى سبيل المثال لما ذكروا الحدود قالوا ومقصده أن يكون زجرا وجبرا فحيث عدم هذان الأمران فإنه يناط بالحكم وجودا وعدما وتغييرا في الصفة وهذا لها مبحث مذكور عند أهل المهاكدة الثالثة المصلحة الجزئية المتعلقة بكل حكم على سبيل الانفراد فهذه المسألة المصلحة الجزئية بحثها طويل ومنها معرفة الوسائل والمقاصد فعندما نقول إن هذا الحكم إنما منع منه لما يفضي إليه فكان مشروعية الحكم لمصلحة المنع الآخر فنقول إنما حر من باب الوسائل يجوز إذا أمن ما يفضي إليه ووجدته الحاجة إذن فقضية الحاجة والمصلحة هي أمر مهم ومعتبر ولكن الناس فيه طرفان طرف ألغاه بالكلية وتمسك بالظواهر وهؤلاء ليسوا أهل الظاهر فحسب بل كل المذاهب الأربع يوجد من أتباعها من قال بذلك شعر أو لم يشعر وفي المقابل هناك أناس أو غلوا في المصلحة فجعلوا المصلحة هي الأصل والنصوص تبع وهذا هو المرقى السهل الذي يأتينا الآن طالب في الكلية في السنة الأولى أو الثانية ويعرف أن الشريعة بنيت على جلب المصلحة ودفع المفسدة وبنى عليها العز بن عبد السلام كتابه بل قد اختصر لنا الشيخ تقي الدين وقال بل جاءت الشريعة بجلب المصلحة فقط إذ دفع المفسدة راجع إلى جلب المصلحة هذه الكلمة يحفظها ابنك الذي في أولى ابتدائي فإذا فهم فإذا حفظها بناء على طريقة هؤلاء سيكون مفتيا يفتي في العظائم قبل الصغائر والأمر ليس كذلك نعم مصلحة معتبرة لكن لها معاييرها في الشر وإذلك كانت الفتوى في دين الله عز وجل ليست بابا مشاعن لكل أحد يرجو فيه ويتحدث فيه كما قال عز وجل الله عنه إلا فهم أن يؤتاه المرء بعد إلا ما في هذه الصحيفة وهي النصوص الشرعية وفهم أن يؤتاه المرء فلا بد من الجمع بين الأمرين يقول هل هناك وسيلة لكي يفرق بين العام والخاص وبين المطلوق والمقيد سيأتينا إن شاء الله الدرس قادم أو الذي بعده ما نتكلم به عن هذا الموضوع نقف عند هذا الحد وصلى الله وسلم مبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين شكرا للمشاهدة